أهلا بكم مشاهدين في عدد جديد من برنامج دلال خير بخطوات متثاقلة حاملا ملفه الطبي يجر أذيال الخيبة وملامح الإرهاق والمرض بادية على وجهه إلا أنه ما زال متمسكا بأمل النجاة والحياة لأجل عائلته هي إذن قصة عبدالقادر من ولاية شلف عبدالقادر معلم صاحب الثلاث وثلاثين ربيعا مصاب مرض تشمع الكبد أول حاجة أتمنى من الناس يعاونوني أنا الزوج تعيير عنده مرض في الكبد لازم يدير عملية زراعة الكبد في تركيا بمبلغ كبير إحنا ما قدرنا لوش نتمنى من الناس المحسنين يعاونوني نتمنى من وزير الصحة يدخل يعاونوني الناس المحسنين اللي رمه هنا في الجزاء الجالية اللي بره نتمنى من الناس يعاونوني ها وخوهما هنا قدامهم ويعاونوني ما قدرناش ما قدرناش ها هو يعود إلى منزله حاملا ملفه الطبي بعد رحلة شاقة ما بين المستشفيات احنا بارانا ناكلوا بارانا لاخر الناس راه يتصدق علينا والله ها تشان قول لك احنا بويو ما قدرش باش يصرف علينا ما قدرش نتمنى من الناس هاكا حن قلبها تعاوني يديروا لي تفيد كما كانوا الناس هاكا يديروا لي تفيدوا يعاونو أخوهم نشيو هذه الخطوة نايا الجميع اللي قدرد سماء وقول ما وقت كورونا يقول لنا اللي هنغب الأكسجين نمش يعطينا لأكي ما نشي لليم ولا الشعب ما نشي سبرا انتايا يقول لها سبرا عجز الأطباء عن مساعدته بعد رحلة علاج طويلة ليستنجد بزوجته لتبرع له بجزء من الكبد وإجراء عملية جراحية خارج الوطن والتي تجاوزت تكاليفها مليار سنتيم المولي المبلغ المبلغ يقدر بخمس الاف لورو ها هي ها هي مستشفى أكتيف فحنا هنا يصدقى منه بمليار ومية أتمنى من الناس يعاونون إحنا مقدر نشيل هذا المبلغ عملية بهدير عملية زراعة الكبد في الترك أنا لن أكتبر بيانا نحن تبرع له لن أكتبر الله أنا طالب لها إن شاء الله تعملوني يعملون في المبلغ إن شاء الله ما قدرت لهش مليار رميار إن شاء الله بأنديل العملية فشالون تعب وإرهاق هي أعراض بادية على ملامح عبدالقادر بعد تمكن المرض من جسده ويبقى أمل مساعدة المحسنين باقي للسفر وإجراء العملية الجراحية ترجمة نانسي قنقر